موسيقى يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على حبيبي أحلى ناس في الدنيا رب تكونوا جميعا بخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة لذيذة سهلة وبسيطة وصحية وخفيفة ووش هي من حلقات برنامجكم وبيتكم كل يوم أكلة مع بيبيان النهارده يوم الاتنين يا جماعة بنعمل أكلات صحية أسفين إنها بتأكل ووش هي وموسيقى جدا إنما بتقولولي بجد يا فيفا أنت غيرتي وجهة نظرنا وفكرتنا عن الأكل الصحي إنه هو دايما نمطي ومش مختلف وأفكاره سبتة ووحدة بتهيقلي على مر سنتين ودخلين في التالتة أثبتنا يا جماعة إن إحنا بنعمل وصفات مختلفة ومتغيرة من المطبخ الصحي فانتظروا حلقة النهارده خطيرة صحية بس شاهية بعد الفاصل استنوا تقولي يا فيفا بجد أنت يعني لما بتقولي أكلاتنا صحية بس شاهية بنبقاش عارفين يعني أيوة نعملها وهناكل فيها كتير ولا إن نظام لا يا جماعة أنا قصدي إن الأكل الصحي طعمه حلو لكن هو الصحي طب صحي إزاي وطعم وحلو أنا بصو خلينا نتفق يعني أنا معيكو إن في أكلات حلوتها بدهونها ماشي بس أنا ممكن أتنزع الدهون دي بطرق تانية عادي جدا وممكن برضو في يوم من الأيام أنا ما أكل الأكلة كما هي يعني يعني هقول لكم يعني للأمانة أنا شايفة إن الفراخ مثلا المقرمشة الكريسبي لو عملت فيها إيه ماشي ومقلتهاش في الزيت أحس إن أنا لأ مش هي دي الفراخ اللي أنا عايزي خلينا أصراحة ماشي لكن أنا مش كل يوم باكل فراخ مقرمشة ولا كريسبي مش هعملها كل يوم فأنا لما أعملها مرة كل فين وفين كليها ومتغير ما تقنبي نفسك على فكرة لأن التقنيب الضمير اللي عمل على بطال ده بيشغل عندنا حاجات في جسمنا بالتخنة أصلا فإن إحنا ناكل نقول إحنا عاملين دايت اللي هو بناكل مع تقنيب الضمير وإن إحنا نفسنا بندخل وإحنا أسنا مش بناكل كتير بس وانسى إن إحنا قصرنا قاعدة إن إحنا بناكل لأ إحنا يا جماعة مش مطلوب مننا إن إحنا نعمل اللي هو حاجات يعني قوية جدا ونحرم نفسنا من حاجات كتير عشان نخس بالعكس إنتو عارفين إن إحنا لو أكلنا أكل البيت إحنا هنخس لو بطلنا ناكل أكل الشارع إحنا هنخس لو بطلنا ناكل الحاجات الفاست فود إحنا هنخس نترجط الحاجات اللي بناكلها في البيت ونقلم الحاجات اللي بناكلها في الشارع أو الفاست فود عايز اقول لكم كمان ان احنا بلاقي ناس ايه تبقى عاملة دايت وتلاقي مسكة كده تقول لك لا لا استنى انا لازم اقرأ اللي مكتوب هنا علشان اشوف كده هي سعر حراري السعرات الحرارية بتاعتها كم وتلاقي في الاخر بتاكل مثلا اي حاجة غير مفيدة بالمرة بس هي طرجتها السعرات الحرارية احب اقولك ان انتي ممكن تاكل حاجات سعرات الحرارية كتير قليلة مش كبيرة بس هي ما بتفتكيش ابدا ابدا وبلاقي ناس كده زي الفل كده و يعني رفيعين وعندهم الكابت دهني ده ليه لان هما بيأكلوا دهون كتيرة بس هما مترجطين انه ودهون كتير بس كميات قليلة في اللي بيحصل لهم لا بيبقى عندهم مشكل برده في يا جماعة يعني بلاش نبص للسعرات الحرارية اكتر منبص ليدي يعني كيس حاجة مثلا اي حاجة سناكس اي اي حاجة قدام تفحاية ولا فاكهاية ان شاء الله حتى منجل بطلع عليها اشعة انها بتتخن كيس معلب مقفول كسناكس ولا فاكهة لا طبعا خذ الفاكهة حتى لو سعراتها الحرارية اكبر من الكيس ده لا خذ الفاكهة ان الفاكهة بتمشي تعمل كل حاجة صحة في الجسد لكن الكيس ده ولا اي حاجة ولا اي حاجة ولا اي حاجة عارف نقنقي بس ولا اي حاجة فيهمتوا الفكرة ايه واحنا لو اكلنا اكل البيت لا احنا اكيد هتبقى صحتنا افضل وهناكل ولكن بشروط اللي هي ايه انها هيكون الدهون اقل افكار الخضر اكتر النشويات ايه اقل بس من غير حرمان طيب الوصف بتاعتي النهاردة يا جماعة خطيرة حلوة ولذيذة وعايز اقولكو سهلة جدا جدا واي حد يقدر يقوم يعملها زي كده كعادة يعني اي يوم اتنين دايما بطارجة الحاجات السهلة للناس اللي عايزة تاكل اكل صحي علشان ما يستصعبوش الامر ويلاقوا ان هم عايزين ميزانية على الميزانية علشان ياكلوا اكل صحي بالعكس على فكرة يا جماعة الاكل الصحي اسهل كتير واوفر كتير طيب تعال اقولكو النهاردة هنعمل ايه؟ هعمل بتنجان رول بس هحشي لحمة مفرومة وهعمله صص خطير بالزعتر والرحم صص حلوة قوي 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 وكمان عليه شوية جبنة موزارلة وما تقولوش يا جمان جبنة موزارلة دي بالتخن كل حاجة بالتخن مش جبنة موزارلة بس كل حاجة بالتخن بس كل حاجة بالتخن بس كل حاجة في المعقول مقبول طيب تعالوا نشوف ايه المئذير عايزة هنا البتنجان اقطعه شرايح طولية هقطعه معاكم وها شوية من نقطة زيت كده على الجريل بتاعتي انا عايزة كده يكون ايه؟ رحته الماشوي ولونه كمان يكون ماشوي محتاجة ايه بقى؟ تلت كيلو لحمة مفرومة ماشوي طماطم كبيرة عايزان هم تقشرها او من غير براحتكو ويه للوش شوية موزارلة روشوا عليها رشة نعنيع روشوا عليها رشة رحان زعتر اللي انتو حابينو مش التلاته مع بعض اللي انتو حابينو خلاص بس كده عندي الوصفه سهله جدا 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 بس النتيجه خرافية انا هنا مقلتش البتنجان انا هشويه تاني انا عندي هنا بتنجان شرايح طويلة هشويها لحمة مفرومة عندي هنا كمان تلت كيلو لحمة مفروم بصل مفروم ناعم بقدونس مفروم ناعم ملح وفف الاسود حابين مطهون جسط الطيب سبع بخارات والصاص اللي انا هعمله شوية زيت وفصين توم وزعتر فريش طماطم كبيرة وكمان شوية متزارلة صغيرين جدا والتزين اللي انتو حيث انا اظن الوصفه ايه ده ايه السهولة واليسر ده طيب هامل ايه اول حاجه شغلت عندي هنا الجريل بتاع دي خلاص وطبعا هادهنها زيت بصي بقى اروح جايبة ده كده ويقطعها ماشي بصي عايز اقولك ان دي هتكون حلوة قوي ليه الحتة دي بتكون كبيرة تكون حلوة لو نقطة بتكون لا مش افضل حاجه واه بصوا هي خفيفة خلاص فتعالوا اه لما تكون عندي هنا تعالوا ازاي تختاروا عمدنا هنا ايه ايه اهي شايفينها دي كبيرة شوية بتبقى خف ومبتشربش زيت كتير تبقاش مبزرة بقطع ما حلوة خلاص طبعا اللي بيبقى مبزر كتير ده بيشرب زيت اه حتى لو هشوية متبقاش قلاز زحيكة اهي طبعا انا عايزها شرايح رفيعه لانها هي عندي هترول معيه تمام شرايح رفيعه قولولي البتنجان عندكم مسقعوا بس ولا بتحاولوا تحطوا في حاجات تانية ولا بالنسبالكم مسقعوا بس او هو مقلي وبس وفكرة البتنجان ان انتو ما تقلهوش بتنجح معيكو ولا لأ يعني ها بيحبوا جدا في الفرن جدا بيحبوا جدا مشوي عايز اقولكو انا بالنسبالي بحب البتنجان بس كات عقدتي ان هو يتقله يا بحس كده انو انا بقليه انا بشرب زيت من قبل اي حاج انا بشرب زيت و انا بقليه كده فعايز اقولكو بطريقة الشاوي زي بتبقى قلطف كتير طيب هعمل ايه بس انا حاس انا دي كبيرة شوية ثلاثة هقطعها نفسين انا عايزة ايه زي ما اتفقنا وفايا اهو عايزة كده اهو شايفين رفيع ازاي اهي طيب هعمل ايه بقى زي ما قلتلكو عندي هنا زيت 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 زيتون زيت عادي طبعا خلاص باقي جميعوا اسطورة ان زيت الزيتون ما يتحطش على النار دي احنا بطلناها من زمان ما بنسألش الاسئلة دي زيت الزيتون من اصح واجود انواع الزيوت اللي تستخدم عادي جدا على النار بالعكس دي من الحاجات يتمش تعمل كل حاجة صحة في الجسم خلاص اروح احط طبعا دي هنا ايه بريتنجان بتاعي اهو مرصصه كده خلاص بقى بطلنا نسأل لا اصلي زيت الزيتون غلط على النار خالص اقرو يا جماعة هتلاقوا ان زيت الزيتون عادي جدا يتحطه على النار وعادي جدا نعمل باكلات كتير وعادي جدا ان احنا ندخلوا الفرد بس مش بقلي مش بقلي علشان انا هو دار لا هو مش بقلي لانه هو الجزئات اللي ما بين الزيتون بتبقى خفيفة جدا وضعيفة فان اللي بيحسن بيتبخر بسرعة ولكن ده زيت الزيتون لكن لو زيت زيتون بكر ممتاز معصور على البارد طبعا اللي فيه وتفرجي على الحلاوه ايه اللي بيبس فيه وتفرجي على الحلاوه لو عريتي تجيبي لانه هو فعلا اولا بيبقى غلي ثانيا احنا مش هنقلي اكيد في زيت زيتون ده يبقى يعني حاجة كده احنا بنعمل ايه يعني طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل الخلطة الحلوة بتاعتنا ازاي تعالوا بقى هنا عندي هنا اللحمة المفرومة هتبلها بشوية ايه توابل حلوة جدا يا خلود من القصر شفتي ازايك يا خلود عاملة ايه كويسة الحمد لله انا شوف انا مش نسياكي ازاي يا خلود نعم مش نسياكي اه بالضبط عاملة ايه يا روحي يا خبارك كويسة الحمد لله والله انا بحبك قوي يا روح قلبي وانا بحبك انا كمان من قلبي للقلب اه والله حبيبتي قوليلي بتحب البتنجان اه بحبه معنا المسقع مسقع اه ما فكرتش تدخلي قبل كده في اكلات تانية لا بصراحة هي المسقعه بس اه تعليلي بقى النهاردة عندي اكلة خطيرة تعجبك قوي اتفقنا؟ حاضر اتفقنا اتفقنا يا روحي نورتيني بايا حبيبتي طيب عندي هنا ثلث كيلو لحمة مفرومة ما بيف انت بيشبه ولاحظة ان انت بقيت بالقطري في ثلث 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 اه انا لما بجيبي كيلو بقسمه على ثلاثة قلتلكم مضوضة قبل كده ما بيفتش معي اي حاجة الثلث ده هيديني الكمية اللي انا عايزاها من الاكلة بصوا هعمل ايه بقى؟ عندي هنا توم هحط ايه؟ رشة حبهان وزعتر ورشة جسططيب مشي؟ وعندي هنا الفلفل الالوان وعندي هنا ايه؟ شوية بصل هعمل ايه؟ هندعكهم كويس جدا بعد ونحط عليهم البابريكا والفلفل الاسود ورشة الملح و الكمون ونقول الوية ست الكل الوية حبيبتي الوية زيك يا حبيبتي الحمد لله انت عملي اخبارك الحمد لله يا حبيب انت عملي اخبارك الحمد لله يا حبيبتي تقوليني بتحبت بتنجن اه طبعا بتعملي اي حاجة تانية اه ايه بقى؟ بعمله ايه اي حاجة تانية؟ ممكن برضو طريقتك دي طريقة الشاوي برضو وعلى فكرة لما بيدخل الفرن بيتلف ويدخل الفرن بشوية زيت زتون ومالح وفلفل اسود بيبقى تحبه انا عايز اقولك الطريقة دي حلوة جدا بيبقى تحبه يعني بالنسباني اديني صاندويتش كده حكاية لا حيو قوي اه طبعا يبقى جميل قوي جميل اه اه يا حبيبتي تعيشي وتعملي تعيشي يا قلب وتسلم ايدك على كل حاجة حبيبتي على فكرة يا جماعة بس انا عايز اقول برضو ان الاكل ده من الشرطة بس الناس يبتعمل دايت يعني عادي كلها نعمله صح او لا او طبعا لأ صح طبعا حبيبتي ربنا يخليك لا مش شرط فعلا نتايت فعلا يعني ام شرط يعني عادي ده كتغيير اهو لحمة وخضار وحاجات حلوة وفيش اي حاجة والله تسلم ايدك على كل حاجة الاسلاميلي يا روحي ربنا يخليك ربنا يبريكلي يا حبيبتي الاسلاميلي يا حبيبتي نورتيني كالماتاده يا حبيبتي مالف سلامة يا حبيبتي طيب حطيت ايه هنا حطيت البصل وحطيت التوم وحطيت الزعتر وحطيت الفلفل الالوان اختياري وحطيت كمان ملح وفلفل اسود ورشة ايه جسططيب وحطيت كمان بابريكا في كامون وملح وبدعج بقى انا عايزة كله يختلط بايه ببعضه كده بوصوا بقية جماعة الفكرة هنا انا عملت ايه الفكرة هنا عملت ايه انا حطة لحمة مفرومة بس قطرتها بايه بالففل الالوان الخضار بقى عايزة تاكل اكل صحي ترجطي الخضار على طول ونقول الالو يا مدام ازيز الفل حبيبتي كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة حبيبتي تتلم اقفتك وتتلم ايديك حبيبتي ربنا يخليك عملة ايه اخبارك ماشين الحمد لله ربنا يذكر الحمد لله وليلي بتحب البتنجان ولا طبعا لا لا بكل انواعه محشي بسقعم خلل كله كله الله الله بتحاولي تعملين بطرق تانية غير القلب لا باشوي ساعات باشوي كده زي حضرتك وبيبقى حلو جدا حلو لا اخف من الزيت طبعا والالية خالص فعلا بتحسين اقوم مختلف وبيشدوا كده ولا لأ لا ده طعامه حلو عادي جدا كله حلو صدقيني نعمة ربنا حلو الحمد لله حبيبتي تتسلم ايديك دايما تتسلة ايشي حبيبتي وتتسلم وقفتك وتتسلم ايديك عايزة اسألك على شوريك سيامي الله يخليكي شوريك سيامي حاضر نعمله تسلم عينيكي بس كده عيوني حبيبتي كل سنة وانتي طيبة وزبيب وحاجات زي كده بقى بنحط له جوزتين ده حاجة كده وقرفة ايوه تسلمي حاضر ماشي عيوني حبيبتي نورتيني كل سنة وانتي طيبة وتفرحي بأولادك ربنا يخليكي يا حبيبتي سيام مبارك يا حبيبتي طيب انا خلصتي هنا على طول اهو بصوا شويت وخلصتها زي بصوا بقطرية في ايدي ازاي بصوا بقطرية في ايدي ازاي اهي تتشكل معي وتتفرد اهي اهي تتشكل معي وتتفرد طحفة 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 مش طحفة واحدة مش طحفة واحدة طيب عندي اينا اخر واحدة اخد وقت معي شاوي خالص ماشي هعمل ايه بقى بصوا هروح اجيب طاجن بيدخل الفرن مشي اهو وهعمل ايه بقى روح اجيب البلانشة بتاعتي اوسع كده الدنيا بالنسبان لي علشان اعرف اقف ايه اطبخ بصوا بقى انا عندي اهي الخالطة بتاعتي وعندي اهي الطاجن بيدخل الفرن هتجيبيلي بقى الحلوه بتاعتنا دي لما شوية ولونها خطير هتروحي حطى هنا ايه الخالطة بتاعتي اهي اللي فيها بروتين وفيها خدار اهو واروح لفه كده حاضر حاضر واروح حطها هنا حاضر لا طبعا اهي كده تمام ماشي هروح اجيب واحدة تاني اهي مع الشهامل دي بس ونروح فاصل واروح حطى كده اهو حبه ممكن نحطهم هنا اهيه وبعدين روح ايه لفاها اهي كده اهو خلاص واروح حطى هنا ايه رأيوكو الحد ما رول الحاجة عندي نروح لفاصل صغير ونرجع نشوف هنحط عليها كمان ايه استنونا موسيقى 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 طيب انا خلصت بصوا رليت ازاي وكان ممكن ارول تاني لان بصوا عندي الخير كتير ازاي يعني عملت قالب حلو كبير حشيته تمام وهنا عندي كمان لسه فيه الحشوة اللي هي لحمة مفرومة وبصل وطوم وفلفل الالوان وكله على يعني السقع ما سويتش اللحمة المفرومة انا هدخل ده يستوي في قصوصة اللي انا هعمل بقصوص بتاعي عبارة عن ايه سهل وبسيط ومفوش اي حاجة عندي هنا طماطم عايزينها متأشرة وعايزينها مش متأشرة براحتكو يعني ده مش مش حاجة بس فيه ناس متحبش الطماطم بقشرها ده اخت سيار فيه ناس عادي بنسبة لها اخو طماطم اخدت من الوصفة اللي جنبينا وكمان بقى تعالوا هنحط هنا ايه بابريكا عشان تدينا لون وفلفل اسود وملح ايه كمون وشوية زيت زيتون بساط يعني انا كده عملت ده كله معلقتين تقريبا زيت زيتون وهنا اهو حطيت معلقة وخلوا بالكم هنا انا محطتش زيت زيتون ولا اي حاجة والدهون ونحط هنا عندنا ايه شوية خضرة ونقول الو 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 زاكي اسلام اهلم بحضرتك عامل ايه اخبارك كويس كويس الحمد لله بخير بتكلمنا منين اهلم بيك اهلم بيك اهلم بيك اهلم بحضرتك قول لي ليك في المطبخ ولا بس المتفاق اتكيل لا والله انا لايه في المطبخ بحضرتك عامل ايكانات كتير حيروه وتعليصي بحضرتك عامل اللي هو اللي هو اللي بتنجاني بتعمل ده هو الجميل جدا اه ربنا يخليك وانا اصلاح من المطبخ بحضرتك جدا يعني ربنا يخليك يا اسلام والله ايه بام ابسوطة لما رجالة كده تتفرج على المطبخ وتحس انه هو سهل يعني عايز احنا ممكن نقوم نعمل ونشتغل وكده وانا اصلا انا ممرض وبعد اعمل اكلات سريعة فيعني يليس تقولي لك لسرعة حضرتك لاني اعملها اسرع من كده يا استاذ اسلام اسرع من كده طبعا العموم الاكلات السريعة اللي هي بالزبط زي اللي بنا كلها من بره ده بيبقى مخصصات ليوم الخميس اتفقنا؟ اتفقنا نمار تاني والله نورك ده بس عزلك على حاجة بس لعلم عضرتك عايز اعمل تنية عمل البيتزة الايطالي بتشجوء حاضر هقولها لك حالا ماشي شوفر نورتنا نورتنا اسلام طيب تعالوا حاضر ابدأ انا حطيت شوية مية خلاص موسيقى 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 انظروا عندي ايه هنا بقى ساني واحدة الفوته بتاعتي حبيبتي افرد ورقي عندي هنا النعنع ورحين هاخد بقى رحين بصوا وحطوا كده هنا قبل ايه الصاص وتفرجوا على نكهة الطاجن ده وحلوتوا وطعمتوا اهو وبعدين هروح وغدى بقى الصلصة اللي احنا ضربناها اهي بكله نيف نيف وتعالوا ننزل ايه عليها اهو خلاص من غيري طيب طيب نشي هروح عاملة هنا كده بصوا بقى انا عندي شوية اللحمة دول اسيبهم لا طبعا ما اسيبهمش حطيهم هنت طبعا احشيهم انت بالبتنجان لكن انا خلاص بالنسبالي حشيت وقدمت الفكرة هروح حطيهم هنا ماشي يا نور مساء الخير مساء الفل ازايك الحمد لله انت عامل ايه اخبارك الحمد لله كويسة كل سنة وحضرتك طيب حبيبتي كل سنة وكلنا طيبين ربنا يخليكي انا حاولي توصلك مبارح بس معرفتش النهاردة بقى قلت ان شاء الله تيجي معي حبيبتي ده من حظي عامل ايه اخبارك حلوة الحمد لله حبيبتي يا ربي دايما وليلي بتحب البتنجان اه بحبه طبعا بحبه مقلوبة وبحبه مجدوس وبحب المسقع بتعمليه صحي ولا بالنسبالك البتنجان يعني هنقلي بقى مانة بقى مانة بقى مانة بقى مانة مش هايزة كلام تليفزيون بقى مانة بحب يعني فعاد بشوي وفعاد بعمله مقلي انا صدقتك لان بصي الناس الناس كنت بقولني في حاجات طعمها مقلي حلو ومختلف ليه طعم تاني فانا معيك جدا جدا يعني زي البنية برضو محبوش غير مقلي بالزيط وانا زيط بالزبط على فكرة عشان كده بقول ان احنا يعني عادي ممكن من اليوم يعني من الاسبوع للتاني عشان باسمينش من اليوم للتاني نعمل اكلة اللي احنا منحبها كما قالت كتاب مقلية بتسلم ايديك يا شيف كل اكلاتك بصراحة ممتازة ما بغربش وصفة لبتضبط معي من اول مرة والله يفرحتيني انا اللي ببعث لحضراتك عن ميسنجر امالت لحضراتك انت نور حبت يا نور لسه بعتن حضراتك نور يا جامعة بصوا النهاردة انا عملت ايه مثلا مثلا التاجن ده انا اجد ان نور عاملان نهاردة او بكرة بكتير قوي وبعتهولي على المسنجر انت اخر حاجة بعتهلي ايه يا نور رول الفراخ البربة والعيش الفينو اه وعملت العيش العيش الفينو اللي هو من غير لبن ومن غير اي حاجة اه وشدة الزتون وعملت العيش الابيض اللي هو كان باللبن ايه اللي عامله العيش باللبن انا اساس الموقت ليش باشتري عيش خلاص من فعادها عيش فين ولا عيش بلاتي والله يا نور فرحاني جدا مش عايز اقولكو بجد يعني يعني مرسي يا نور قوي مرسي يا حبيبتي بجد دايما كده منفز كل الوصفات ونكحة معيكي نورتيني يا نور روحتي فين استنكي تكلميني على طول تاني يا نور بجد يعني شخصية جميلة قوي وما بتأخرش بصراحة عن اي حد بيسألني عن اي حاجة طالما انا الفتحة وشايف المسج جد وبتأخرش ابد ان انا ارد على طول طيب بصوا انا خلصت خلصت عندي الفرن سخن خلوا بالكو اللحم المفروم انا حتى حبه صغنونين يستوي بسرعة جدا خلاص انا عندي الطاجن خلص اهو هدخله الفرن يستوي اللحم المفرومه تستوي ويبقى جاهز معيه الفرن على طريقة حرارة 200 سخن قبلها بحبة بسيطة علشان انا مش عايزة الجبن عندي تسيح وتعمل لون بسرعة من غير ما اللحم المفرومه تكون استوت خلوا بالكو لكن لو مدخله كله مستوي اقولكو عادي علوا نار الفرن على اعلى حاجه وفوقه وتحت لا 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 انا عايزة النار تبقى من تحت فقط علشان انا عايزة اسوي اللحم المفرومه اللي جاه طب ايه رأيكم نروح لفاصل ونرجع نشوف هنقدم ايه جنب الطبق الخطير ده طبعا ده عايزة رز ابيض رز بسمتي بشوية حبهين كده حاجه بسيطة جدا جدا وتاخدوا بقى بالصوص الخطير ده وتقدموه نروح لفاصل ونرجع نشوف هنكمل ونعمل ايه استنونا انا جئت تعالوا بقى نعمل صلاطه ويه بقولكو صلاطه دي من احب صلاطات ليه ليه فيها مكون المكون ده لو اتحط مع اي حاجه هو النهارده يوم الحديد يعني عامل بتنجان وعمل هنا كمان صلاطه بالعدس فهو يوم البروتين واللي كمان البروتين اللي مليان فوايد هيله ويه كمان حديد طيب الوصفه دي يا جماعه الهيله فيها العتس العتس اللي بجبه ومن احلى الصلاطات اللي ممكن تعملوها اللي فيها عتس بجبه مش باعة جدا جدا تعتبر هي كده لما ناكلها وجبة اساسية ورقصية مش صلاطة يعني اللي هي مش حاجه كده تفها جنب الاكل لا 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 يعني ممكن تعتمدوا عليها الناس اللي بتروح الشغل بتبقى عايز حاجه تاكلها تديها طبعا شبع وما تخليش مخها كل شوية جعين 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 شبعين وتقعد مركزها في شغلها وتقعد على كرسيها كده وانتبقاش كل شوية حسنية عايز اتاكل حاجه طلقت حاجه عايز اقولكو ورشح لكو جدا 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 العتس العتس بيدخل فيه سلطات كتير قوي تحط مع جبنية تحط مع جرجير وشوية بنجر رهيب النهاردة بقى العتس بتاعي تبولة بدل ما هعمل التبولة بيه عندي البرغل لا انا هعملها بيه العتس تعالوا شوف انا هعملها ازاي يلا بينا اول حاجة عندي هنا البقدونس طبعا يكون مفهوم ناعم جدا وبعدها عندي كمان هنا الطماطم مكعبات صغيرة وعندي بصل مفهوم برضو ناعم عندي ثلاث لمونات والعتس بجبه قطروه زي ما انتوا عايزين تقللوه زي ما انتوا عايزين انا هنستخدمها نصو كباية عدس ككمية قليلة لكن طبعا انت تستخدم الكمية اللي انت عايزيها ويرموان بقى ماشي ملح وففل اسود بابريكا سماء وشوية زيت زاتون مش لازم نمصو كباية زيت زاتون شوية زيت زاتون وعندي هنا شرائح لمون وعنها مفرش خلاص احنا نعملها بشكل صحي فاحنا مش هنحط كل كمية زيت الزاتون دي اتفقنا بس كده هنعملها ازاي كله على بعضه في الطبق مفهاش اصلا اي ايه اختراعات ولا ابتكارات ولكن الحاجة الوحيدة اللي بعملها ان انا بجيب البصل بتاعي احطه هنا ويباجيب السماء وباجيب عصير اللمون وهنا رشة ايه الفلفل الاسود زي ما قلنا ورشة الملح البسيطة واحب كده اقلبه الاول شوية البصل ويا سلام لو تدعكي دي اول حاجة اتفقنا يبقى انا بجيب عندي هنا ايه البصل واحط عليه السماء واللمون واقلبه كده حلوته بقى اركين شوية كمان وبعدين انتوا رحي بقى احط عليه العدس المسلوق مشي مش ما نقوم وعده مسلوق احنا مشان نطبخه هو مطبخ عندنا وهي عندي الطماطم وعندي البقدونس الهيرو هنا في الوصفة دي ويش شوية الزيت الزتون البسط وعايز اقولكو الزيت الزتون يا جماعة اللي هو بيتحط على السلطات ده ملين طبيعي منظم منظم جدا لحركة الامعي الناس اللي عندها عصر هضم الناس اللي عندها مشاكل مش عايز اقولكو ساحر ساحر معلات الزيت الزتون اللي بنحطها دي كده على الاكلة ما تستهونوش بيها ملين طبيعي ومنظم لحركة الامعي مليان طبعا فيتامينات هيه طبعا اللي هو مهم جدا لصحة شعرنا والجلدنا والبشرتنا ولدوافرنا يا مادام نعمة ازايك يا حبيبتي ازايك يا حبيبتي انت عاملة ايه اخبارك ازاي؟ الحمد لله انت عاملة ايه؟ ربنا يديك الصحة كل عام انت بخير حبيبتي ربنا يخليكو ليا متشكلة يا حبيبتي لا ده انت عسل وجميلة وربنا يخليك يا رب حبيبتي ربنا يخليك يا مادام نعمة عاملة ايه اخبارك الحمد لله بخير حلوة يا حبيبتي بخير يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك والله يباركلي فيكو يا رب ما يحرمنيش بينكو أبدا ويخليليك أيالك يا ربي يا شبزين ربنا يخليك يا مادام نعمة واسلام لي دعواتكو الحلوة زيك اللي من القلب الواحد بيحث ان انتي من معانا في البيت اختنا بنتينا كده والله يا ربي دايما مش عايزة والله اكتر من كده انتي جميلة وفين دحكتك الحلوة ده انا بحب دحكتك أب ده انا مبطلش دحكة اه انا بحب دحكتك جدا حبيبتي ربنا يخليكي حبيبتي انتي الأجمل وانا قتل عكس ان برح حاولت أكلمك معلش معرفتش مفيش نصيب أكلمك حبيبتي وانا مبسوطة جدا انا اسمعت صوتكو النهاردة قدرت توصل لنا الحمد لله انا بحبك جدا حبيبتي من القلب للقلب انا بحبك قوي قوي يا روح قلبي ربنا يخليكي يا ربنا يعلم عارفة انا كلمتك انا كنت بحبك قوي اصلي في رمضان الفجر اه يا روح قلبي يا روح قلبي حبيبتي بقى من ساعتها حبيبتك وقلت يا رب يعني دعواتي استجابت لله ان انا اوصلك واكلمك يا روح قلبي والله ده كتير علي قوي يا رب دايما اكون عند حسن وظنك والله ودعواتكو دي غلي عندي جدا يا روح قلبي يا روح قلبي كانت حلوة جدا بجد عجبتك اه جدا جدا بتحطيله زبدك اه في اضافة لو تسمحيلي معكم تعبعا يا روح قلبي مفيش حد يضاف عليكم طبعا لا يا حبيبتي تفضلي طبعا انا اتقول احنا بنحط ساعات عليه كرفس جربيه بالكرفس هجربه انا بعشة الكرفس جميل جدا اه حاضر لا اجربه اضافة صغيرة من امك يا حبيبتي ربنا يديك الصحة ودي اضافة غالية عندي اوي 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 هجرب الكرفس لاني انا بحب الكرفس جدا في الشرب الكرفس بيبقى حلوة اوي على العادة الاصفر ده لا هجربه انا بعشقه حبيبتي وانتي بتضربيه بالكبه او الخلاط اه احط فيك حط واحدتين كرفس كده صغيرين يعني ما حطهوش في قلب الشربة لا لا مش هيديك طعم زي ما انتي بتضربيه حط الكرفس وخلي بقى ايه بعد ما تضربيه وتحطي معك الكرفس وانتي بتضربيه خليه يجلي جلوة واحدة كده بقى ماشي خلاص لا انا لازم اجربه ده انا لازم في الصيام بقى لازم اسبوعيا العدس ده عندنا نزل في الجدوة اه طبعا طبعا وعندنا احنا في اسكندريا بنحب برد طبعا مع البيض بقى صح اه اه والصلاة اللي حضرتك بتعمليها دي النهاردة جميلة حبيبتي ربنا يخليك والله تستلاميلي يا ست نعمة ومبسوطة جدا بمكلمتك يا حبيبتي نورتيني احببك اوي 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 احلى بوسة ليكي حبيبتي ربنا يخليكي شكرا 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 على كل الحب بجد اللي انا حسايا من قلبك شكرا لكم بجد ربنا يخليكوليا بس على فكرة وربنا يعلم انا مدينة لكم وبحبوكو اضعاف اضعاف حقيقي ولما بشوفكو انتو مش متخلين بحس ان انا عرفاكو جدا مش انتو بس اللي عارفيني لأ بحس كده ان انا عرفاكو ونفيه عشرة ما بيننا اه ممكن تكونوا انتو اللي بتشوفوني بس انا ما بشوفكوش بس لا يا جماعة انا لما بشوفكو بحس ان انا اعرفكو وربنا يعلم الناس اللي بتشوفني وبتسلم علي هما هيفهموا قوي اللي انا بقولوا ده ان هما اعتقد ان هما بيحسوه يعني ابدا ما بحسش ان انا مش عارفاه وهو عارفني الشخص يعني الحد اللي بقابله لا بالعكس انا بحس جدا ان فيه عشرة ما بيننا عشرة كبيرة قوي بقالها سنين يا رب دائم انتو حسن ظنكم بصوا انا خلصت السلطة وتعالوا هنا كمان عندي بصوا بقى يا جماعة ريحته رهيبة مع الرحان ريحته خطيرة طحفه احنا قدامنا قد ايه شباب احنا قدامنا قد ايه شباب طب اه اوكي ماشي انا بس بتأكد طيب تعالوا بقى للحلو يا حلوين هنعمل النهاردة حلو خطير سناكس راهيب من الموز اللي دلوقتي حلو جدا في السوق طعمه حلو قوي وكمان هنحط لي شوية شوكولاتة خام شوية كمان زبدة فول سوداني من الحاجات اللي هي دهون صحية دهون صحية ولكن سعرات الحرية برضو عالية وشوية سوداني مش عايز ايه بكسرات اكتر ميكده عندي مقاديري موز شوكولاتة خام سيحة في الميكرويف مش عطى عليها اي حاجة زبدة فول سوداني اتفقنا وعندي هنا كمان سوداني زبدة فول سوداني وسوداني خلاص زبدة فول سوداني حاجة من الدهون الصحية ولكن يا جماعة سعرات الحرارية عالية يعني اعمل ايه بستخدمها بيه برضو بالعقل بالعقل خلاص طب هعمل ايه بقى السناك سلموز الخطير الصحي ده هعمله ازاي تعالوا لي بقى هقطعوا كده هقشروا يا مروة بس هقشروا كده يا مروة هقطعوا نصين بس هقطعوا نصين اهو وبعدين كلميني تاني يا مروة واروح قطعنوا الصين برضو يعني بقطعنوا الصين الاول بالعرض وبعدين بقطعنوا الصين بالطول وعملو كده هتعالوا نعمل واحدة كمان نقشر موزية موز الايام دي طحفة اهو وعايز اقولك الموز عندك لو هاي بوز اعمليه على طول بالطريقة دي ساعته هيتاكل وهياكلوه هيتطلبوه نيزة تعمل لهم تاني وينفع طبعا ياخدوه معاهم ايه المدرسة كحاجة صحية جدا حلويات متلعبش فيه السكر بتاعهم طيب هعمل ايه بعد ما قطعته كده هروح اجيب المعلقة عندي وارح بغداء شوية زدت فول سوداني اهيه واروح اضطها هنا ايه بس ايه متجمدها عايزة تسيح شوية عندنا هنا الجو ايه طب استنوا يا جماعة عشان ايه مش هتفرد معي هتديها سيحان بس ايه شوية طيب تعالوا هنا انا ممكن اعمل ايه برضو حاجة بطريقة لطيفة فيه الشوكولاتة عندي الخامي المتسيحة ممكن اروح حط فيها عندي هنا صوابع الموز اهيه وصفي كويس قوي لأ اقطع خلاص اصفيه مهم جدا شوكولاتة علشان لما احطها في السوداني مالقي هاش شالت السوداني كله اهيه واروح حطها هنا في السوداني واروح اقول لكم من الحاجات اللي بتبقى لذيذة جدا 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 برضو الولاد بيحبوها اهيه خلاص يا رب يكون ساحت شوية عشان نعرف نحطها يبقى انا ممكن استخدم عندي هنا مش زبدة فول سوداني بس انا ممكن اهه ساحت حلو اهو ساحت خلاص اروح فردها كده على الموزة اهيه 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 واروح اعمل ايه بقى جايبة صاص شوكولاتة اهو اروح نزلة بايه هنا بصوا شكلها اعمل ازاي وبعدين اروح رشة عليها ايه السوداني انا هعمل ايه هتجيب زبدة فول سوداني سوداني وبعدين اروح منزلة عليها الشوكولاتة بالشكل ده وبعدين اروح حطة فيها المكسرات بس كده تدخل عندي فين الفريزر تطلع بالشكل ده تدخل عندي الفريزر تطلع بالشكل ده بصوا بقى حلوتها بصوا خاطيرة اهيه تطلعت معي رهيبة وعندي هنا كمان البتنجان الخطير الريحته رهيبة كمان خلص معي الريحته رهيبة يا جماعة بالرحين بحب قوي قوي الحاجات العطرية دي الريحته خطيرة واللحم المفهومة طبعا استوت شوفتو احنا سايبين وقدي ايه اللحم المفهومة استوت ويه كمان عندي هنا الموزرلة ساحة ويه بجد وصفات خطيرة بسيطة مش مكلفة هو هو عندنا هنا البتنجان اللي هنقوم نعمله مسقع لا نعمله على فاكرة الوصفة دي تنفع ثيومي ازداي ممكن استخدم الفول السوية ممكن استخدم الماشروم كبروتين في الحشوة جوه عشان احنا في الثيوم فبس احبت دي افكار يعني انا ممكن طبعا شيل الموزرلة ما باقتناش ابدا من موزرلة النبات يا جماعة ابدا اسمع موزرلة في الآخر فانا ممكن اشيل هنا اللحمة المفهومة وحط معها ماشروم وحط هي هي الخلطة الفلفل الالوان وحط ممكن كمان كل كل الفلفل الالوان والبصل والطم والزعتر وكل البهرات اللي عندي بس اشيلها مفهومة احط ايه الماشروم ممكن كمان احطها ايه حاضر ممكن كمان احطها ايه فول السوية اتفقنا اتفقنا المهم الفكرة في نفسها اللطيفة وظريفة ان احنا نشوي عندنا هنا ايه البتنجان ونروله كده ونحشيه زي ما قلتلكم يتقدم بشوية روز ممكن بشعرية وممكن شوية روز ابيض ويعمدي الساعة الخطيرة دي لو جربتوها هتعشقوها طبعا اضافة الرمان هنا ساحرة لو كمان عايزينها تزيد حلاوة يا جماعة راشد دبس رمان اتفرجوا على حلاوتها لو عايزينها تزيد حلاوة راشد دبس رمان بتبقى خطيرة مع الرمان ويه عندنا السناكس الموز هنا الرهيب اللي هو عبارة عن موز زبدة فول سودانية بسيطة كده راشة شوكولاتة وعليها كمان السوداني ودي كانت حلقة النهاردة يا رب تكون عجبتكم اشوفكم بكرا ان شاء الله على خير في حلقة جديدة بكرا يا جماعة يوم استمك ان شاء الله انا املكوا وصفات حلوة جدا بحبوكم من كل قلبي ممتنى لوقتكم لمكلماتكم الاتصالاتكم لتشجعكم ممتنى لكل دقيقة بتقضوها معانا حقيقي شكرا ليكم يا رب دايما يكون عند حسن ظنكم اشوفكم بكرا ان شاء الله في نفس ما عادنا من واحدة الاثنين متنسوش الاعادة الكل اللي احنا عملنا دا الساعة الرابعة صباحا متحرمونيش ابدا من دعواتكم دايما بحبوكوا قوي باي باي اشتركوا في القناة موسيقى ترجمة نانسي قنع المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة